خلونا نروح لموضوع تاني مهم ويمكن ناس كتير اتعرضت يمكن لقرصانة حساباتهم على سواء فيسبوك أو تويتر أو غيره وكلام كتير متدول على أن قراصنا دول صربوا على وين بريد إلكتروني بتخص 235 مليون حساب على تويتر وقاموا كمان بنشرها على منتدى سري مش بس كده دي صحيفة واشنطن بوست قالت أن وضع البيانات المصربة على منتدى قرصانة بيمهد الطريق لربط أسماء مجهولة بهويات حقيقية خلونا نعرف مخاطر ده إيه وإزاي نحمي حسابتنا على موقع التواصل من خلال ضفنا الموجود معنا النهاردة في الستوديو بنوارنا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات صباح الخير عليك صباح الخير في يوم الخير على الأهل الخير طبعا صباح الخير بشمس واحدة وقت طيبين الله يخير يعني هل فعلا تسريب الأكاونت أو الإيميليات الخاصة بـ 235 مليون شخص وحساب على تويتر ونشرها على منتدىات هل فعلا حاجات دي حصلت رقم كبير قوي قوي الحكاية فيه بداية من إيه بداية طبعا من شهر 12 2021 من يعتبر من سنتين وفقا للتاريخ اللي احنا فيه تم تسريب 400 مليون حساب على تويتر فجأة والحسابات دي كانت موجودة على العامة الحسابات دي تم فلترتها لحد ما وصلت 235 مليون حساب وده طبعا رقم مهول بتأكيد نتكلم فيه يعني عدد ضخم جدا المستخدمين وبالنسبة لي المستخدمين الإجماليين على منصة تويتر بتأكيد ده كان رقم ضخم بتأكيد ده كان فيه معلومات حساسة جدا كان فيه نوعين من المعلومات معلومات عامة عن الناس زي الـ ID بتاعهم زي المعلومات اللي هي الـ public زي العنوان بتاعه والكلام اللي هو موجود على الانفو عادي جدا وكان فيه معلومات تانية وهي دي مربط الفرص كله وهي الإيميل وهي رقم التلفون تأكيد الحاجتين دول تحديدا وهم أصيلة الدخول لأي حساب موجود على موقع تواصل الاجتماعي هم المشكلة كلهم هنا لأن المشكلة كلها لما أنا يكون معايا إيميل شخص أنا هنا أقدر أن أنا أبعث لرسائل الزبام أقدر أن أنا ممكن أبعث لرسائل انتحالية أقدر أن أنا أخمن عن طريق بعض التقنيات زي تقنية بروت فورس ودي تقنية يعني رخمة جدا دي بتعتمد على أن يبقى فيه ديكشنري كده أو قاموس كبير جدا من كلمات المرور وابدأ أن أنا أغزي حاجة بتبدأ أنها تخمن تعمل توديل وتوفيق وتقدر أنها تلوجن على الحسابات دي بتأكيد ده كان خطر جدا لأن أنا ممكن وأنا بتعامل عادي جدا ألاقي فجأة جالي رسائل انتحالية أو حد أحاول يأكسز على الحساب بتاعي وهنا تكمل الخطور تأكيد تاني حاجة وهي الحاجة السخيفة تانية جدا موضوع تسريب رقم التليفون ده تعدي صارخ على كل ما يتعلق بالخصية لأن رقم التليفون مبدئين ممكن هلاقي رسائل واتساب جات لي وأنا مش عايزة أستقبلها أو مش حاول أن أنا أصلا أستقبلها تاني حاجة ممكن ألاقي ناس يتصل بي وأنا مش عايزهم أصلا يتصلوا بي نتكلم هنا عالميا أنه ممكن الإيميل وممكن رقم التليفون يكون مربوط بمنصات تانية ممكن يكون مربوط ببنك بحساب البنك ممكن يكون مربوط بمواقع تانية أو بأكسز مثلا على مواقع فيه سبوك مثلا وليكن بنفس المعالم هذه غير الأكسز أنه كمان حمايتي أنا بتبع عن طريق الموبايل يعني أنا لو في حد حاول يعمل لي هك رقم الموبايل هو اللي بيخلي المسج تجيلي على موبايل وحاليا للأسف وإحنا بنقول للناس ده لأن إحنا دايما بنوعي خلي بالك من الكلام ده ممكن أصلا فيه وسائل تحقق تحصل اليوم دول تعتمد على موضوع السبوفينج السبوفينج أنه ممكن حد يتصل من رقم شخص تاني بمعنى أضق يعني أنه ممكن أنا مثلا رقم يأخره مثلا كذا ممكن نفس الرقم ده بالظبط خلاص أقدر لنا اتصل منه عن طريق تكنيات للأسف التكنيات دي تستخدم فيه ما يتعلق به إن أنا ممكن حد يزور رقم بنك ويتصل به ضحية وللأسف حتى بنوعي الناس لأن التوعية أهم مليون ألف مرة من إن أنا أتجاهل المعلومة التوعية إنه ممكن يتصل بيك رقم ويقول أنا البنك أنا فلون فلاني لما يحصل حاجة زي كده وللأسف التكنية دي بقيت موجودة وفيه عمليات نصب كتيف جدا بتحصل بسببها فبنقول والله لو حد اتصل بيك حتى لو البنك نفسه جاي لك الرقم بتاعه اوعد تصدق قل له ثواني هقفل وهتصل أنا بيك وابتدي إن أنا أعمل أنا لكل بالخطوات التدريجية أو أسأله على معلومات هو بتأكيد هو هيجي يسأني فطبعا أنا مش فهم في عدنا أدي له حاجة التكنية دي لأسف لك موجودة وعند ناس كلها يعني مقصودش أنا ممكن أسأله أنا على معلومات أقوله طب إنت أديني بيانات بما أن أنت طالبني كده كده من البنك فأديني بيانات فأديني حتى بيان واحد عشان أصدق أو أقدر ميز ده ده حقيق بس برضو إحنا بنتكلم في معلومة إنه هو بالفعل مع البيانات ماذا لو هو معاه ماذا لو لو هو مثلا معاه تاريخ ميلادي معاه كم طاقسي معاه كل التفاصيل دي طب أنا هنا تعربت لعملية نصبة متكاملة لأن أنا هبدأ أصدق ففكرة لأنا هبدأ أصدق وهبدأ يوع مني كرام هو هيقدر يستغله فهنا أنا الأفضل أقفل المكالمة وأقوله أنا هتصل بالبنك وأنا هبتدي أتابع التقنية دي دحل لها الوحيد لحد دلوازم فبتأكيد نخلي بنا نيجي بقى الموضوع حاجة جميلة جدا وهو موضوع التسريب خاص بتويتر هو ليه حصل وحصل إزاي وإيه الصغر اللي كانت موجودة ده طبعا يهم الناس كثير جدا فبدأيا حصل إمتى إحنا قلنا طبعا حصل فيه بداية أو نهاية يعتبر سنة 2021 وتم يعني الناس بقى بدأت تعرف الكلام ده تحديدا فيه بداية سنة 2022 وهي السنة السابقة طبعا على مدار السنة دي كان بيبدأ يبايع الكلام ده كله على منصات خاصة بالدارك ويب ويب الفترة اللي فاتت وبدأ من خلالها بعد ما بقى الداية كلها مع الناس والحاجة كلها مع الناس بدأت أن هي تنشر على مواقع عادية ومنتديات كراصنة موجودين حاليا وبدأ من هنا أن الناس كلها والصحافة عموما العالمية بدأت أن هي تتكلم فيه تقنية عموما اسمها ABI الـ ABI ده هنفترض مثلا وانا بتواصل مع حضراتكم دلوقتي فيه وسيلة التواصل هي اللي بتبدأ تاخد مني المعلومة وتسلمها لحضراتكم العكس كذلك الوسيلة دي حصل أن كان فيها هاك احنا بنسمي الوسيلة دي حاجة اسمها ABI وABI بالعربي اسمها وجهة برمجة التطبيقات بمعنى أضكي يعني فكرة أن أنا ممكن أعمل على مثلا خلينا نتفق أو ندي مثال مواقع النتيجة أي حد مثلا بيدخل يستعلم على مواقع نتيجة السماء العامة فرضا وأنا بدخل رقم الجلوس جاي لكل المعلومات بتاعك كل الطلاب في نفس الوقت فهنا أنا قدبت أحصل عليها عن طريق أن كان في مشكلة في أمر إدخال الرقم بتاع الجلوس أو مثلا البيان بتاع الطالب نتكلم هنا أن المشكلة اللي كانت حصلة في الـ ABI خلت من السهولة للهاكرز عن طريق بعض البرنات زي اللي كانت موجودة أنه هو يقدر يكون لكت أو يقدر يحصل على كل المعلومات دي فلما حصل موضوع الـ Web Scrabbing والتقنية دي عن طريق اللي هو الاستخراج والسحب وكل ما يتعلق بأدوات الكرسنة بدأ تجميع كل المعلومات بتاعة الهاكرز بتاعة الضحايا وتجميعها وبيعها في المنتدايات إيه موضوع المنتدايات ده؟ المنتدايات دي هي منتدايات موجودة على زي ما اتكلمنا بتبع في الأول على الـ Web Scrabble Deep Web ومن ثم بعد كده في بعض المنتدايات طبعا مش هنفع نقول اسمها بتديع الكلام ده عالميا ودي مشروع جدا 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 وعايز أقول لحرك أن فيه ملايين ملايين من الفيزيتورز والزائرين على المواقع دي يوميا وده طبعا بيودينا ناحية عشر خطير طبعا بقت مع أي حد وأي حد يقدر يستخدمها بسهولة هتيجي بقى تسألني طب هو ليه حصل ده؟ وليه موجود الصغرة دي اللي مكنت الناس أن هي تقدر تهاك على الكم الهائل ده كل المعلومات هقول لك أن في بداية السنة السابقة السنة اللي فاتي دي على طول كان فيه مؤشرات لبيع تويتر تأكيد هنا بيع تويتر كان معروف مين اللي ممكن يدخل ياخد الصفقة الكبيرة دي اللي كانت قدرت بيه من 40 ل 44 مليار دولار وده طبعا رقم ضخم جدا وكان اللي هيقدر يدفع ده هو واحد بس ألوم ماسك تأكيد هنا ألوم ماسك عنده مشاكل جندة جدا مع مارك زوكو بيرش مؤسس فيسبوك وبنتكلم طبعا مشاكل دي بقالها أكتر من 10 سنين على مستوى كل الاجتماعات نقول مرة أعرف أنه عنده مشكلة مع مواجزة الاتنين كان عنده مشكلة في استخدام الزكاة للصناعي بس اللي أنا عارفا أنه هو فصل أي ارتباط ما بين إنستجرام وفيسبوك ده اللي أنا عارفا بس ما عرفش أنه في مشكلة المشكلة كانت قديمة شوية يعني إحنا لو بنتكلم مع الزكاة للصناعي كان حصل مرونه مشداد جمدة جدا لأن كان فيه فترة كده كان مارك مؤيد جدا لاستخدام الزكاة للصناعي وكان إيلون موسك ضده بشكل اعتبر شبه كامل فطبعا لما حصل هنا خلاف ده بدأ الموضوع يعني شخصي جدا بين الاتنين فلما كان إيلون موسك هيبدأ أن هو يشتري تويتر كان إلى حد ما فيه بعض المهانسين داخل تويتر وده المعلومات دي على فكرة دي تحليلات على كل مواقع بتخص السايبر سيكورتي عالمية قالوا أن كان فيه بعض المهانسين داخل تويتر بدأوا أنهما يبقى فيه مثلا التكة كده حصلت وقال لحاجة فيه بعض الابي ايز اللي تم تصير بهوي من خلالها كانوا بيحاولوا أنهما يضغطوا بكوة جدا على الإدارة أن أنت ما تبعش وحاول يا إيلون موسك أن أنت تبعد مثلا أو بيحاولوا أنهما يبعدوه عن فكرة تولي إدارة تويتر فبالتأكيد نتكلم في تويتر السابقة والحالية وبعض الموظفين اللي أول ما إيلون موسك تولى زمام القيادة هناك في تويتر أول حاجة عملها بالسلام كل تفضل 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 وصف أكتر من نص الموظفين تقريبا سبع تلاف تلاف لأنه كان عنده علم فيه المشاكل الكبيرة جدا واللي كان أهمها المشاكل الخاصة فيه أمن المعلومات واللي بالتأكيد يعطبر المهندس بالزبط طيب إزاي قدرح من نفسي من أنه يحصل لي حاجة زي دي بالزات مرتدي تويتر رقم واحد لازم تفعل أي حاجة خاصة بمساطق الصونية على التليفون وده أمر يعني خلاص إحنا فرغنا منه لأنه ده بقى أمر واقع تانية حاجة خلي بالك دايما من الرسائل الانتحالية على البريد بتاعك البريد ممكن يوصلك رسائل ممكن يوصلك أي رسائل غريبة جدا فأنت تخلي بالك من الموضوع ده ثالث حاجة إوعى ترد على رسائل جاي من ناس مجهولة لأن الناس المجهولة ممكن يحط لك لينك اللينك ده عبارة عن بانش أو حاجة تقدر تعمل إكسبلويت على التليفون بتاعك تقدر تعمل تفجير يعني على التليفون بتاعك تفجير بمعنى أنه يهاك على التليفون تأكيد دي حاجة نخلي بالنا منها جدا رابع حاجة إوعى تحط أي معلومات ممكن تكون مهمة جدا لك زي رقم تليفونك زي إيميلك إوعى تخليه public إوعى تستخدم باسورد سهلة أي حد ممكن يقدر يخمن عليها دايماً استخدم باسورد complex عبارة عن remove وأرقام وحروف حاول على قد ما تقدر دايماً في تعاملتك المالية لو هتعامل تعاملت تعاملات مالية اتعامل تحت شفاة ال-HTTPS اللي هي خاصة به السيكورتي الخاصة بالويف سايت اللي حبارك بتدخل تأكسز عليه حاول دايماً دي آخر حاجة إن انت تبقى trust أو واسك فيه إن انت الويف سايت اللي انت داخل عليه دا هو الويف سايت الرسمي وليس copy أو scam أو موقع فيك ده عرفه إزاي أولاً من التشفير اللي هلقيه فوق تاني حاجة ممكن أبدأ إن أنا أكتب اسم الويف سايت الرسمي يعني على جوجل وابدأ من خلال اللي أنا أكليك على أول لينك هيجيلي أو تاني لينك عموماً وفي الغالب وده في كل السيزون اللي بتعمل بتبقى أشبه بالزبط مثلاً بالمواقع الرسمية أبتدي إن أنا أدخل أعمل payment أعمل أي حاجة لا المنتج هيجيلي ولا رصيدي أو الفلوس بتاعتي أو المبدأ اللي أنا هكتطعه وأدفعه هيرجع تاني يعني أنا أدفع لأي حاجة تحت الدومين بتاع HTTP ده تشفير لأعتبر إن الويف سايت ده آمن إن الويف سايت هلقي دايماً جنبه علامة إفل أخضر معناها إن أي تعاملات مالية أو أي حاجة خاصة بالموقع ما فيهاش إلى حد ما مش هاكل مثلاً تكنية لويف سايت ما فيهوش مثلاً حاجة ممكن إن هي تتعامل عليها إكسيكيوت أو يتعامل فيها مثلاً كود مثلاً هيكتب هييرامن على الجهاز عندي هيبدأ إن هو يسرق معلوماتي أو يدخل على كوكس بتاعة التليفون أو بتاعة اللابتوب بتاعي ويبدأ إن هو يسرقها فإحنا دايماً بنتكلم إن نبص على الإفل الأخضر فوق جنب كلمة WWW فوق كده تاعة اللوفف سايت هلاقي كلمة الـ HTTPS لو لقيتها من غير حفل S إيه وعا تبقى إيه وعا تدخل لأن هنا إنت هتلاقي فيه مشكلة إن اللوفف سايت ده عنده مشاكل فيه ما يتعلق بشهادات الـ SSL ودي الشهادات المسؤولة عن تأمين ويعني إن اللوفف سايت يبقى سيف يبقى آمن والدنيا تبقى ده أسهل اختراقه بالضبط ده أسهل جداً وده في الغالب يعني بأجواء كافة طبعية موجودة نخلي بالنا بتأكيد آخر حاجة هقولها بخاصة بتويتر تحديداً الـ Data اللي تخص مصر من الـ Data المصربة عدد المستخدمين المصريين داخل الـ Data المصربة حوالي من مليون ل2 مليون رقم كبير جداً نخلي بالنا اللي عنده أكاونت تويتر عموماً يعني الأفضل تغير أي اكترام برقم تليفونك الحالي أو الإيميل بتاعك الحالي لأن أنت في الأغلب أو في العموماً يعني أنت معرض فعلاً لأن يحصل عليك هيك أو يحصل عليك تتبع أو يحصل عمليات تصييض لك خلي بالي عظيم كل شكراً لك طبعاً على كل هذه المعلومات بنشكر حضرتك المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات شكراً جزيلاً لك سلام شكراً لك